طيب لنتقل إلى سؤال آخر صاحبه يقول ربما لا يصلح سؤالي أن يذاع على الملأ خوفا من الفتنة ربما لا يصلح سؤالي أن يذاع على الملأ خوفا من الفتنة يسألني أنا ما هو الشيء الجديد الذي آتى به الشيخ الألباني رحمه الله ولم يأتي به الأولون لتصحيح الأحاديث مثلا نسمع منكم كثيرا قول رواه الترمزي وصححه الألباني هل الألباني أعلم من الشيخ الترمزي وهل لم نجد أحدا خلال ألف عام ليؤكد لنا التصحيح ألا يكفي أن نقول رواه الترمزي ثانيا ألا يدل أننا على موعد مع آخرين يأتونا بعد الشيخ الألباني وبهذه الطريقة قد يدخل علينا من يزعزع سنتنا الضاخرة الصافية نقوله يا رعاك الله لقد أبعدت النجعة نعم لماذا تتحلص عن الألباني وحده لدينا الشيخ أحمد شاكر الشيخ أحمد الغماري وحبيب الرحمن الأعظمي وشعيب الأرنؤوت وغير هؤلاء الكثيرون ولم نسمع اعتراضا إلا على الشيخ الألباني فإن كانت المقيس علمية فالشيخ لا يقل عنهم علما إن لم يتفوق وإن كانت الأسماء والأشخاص فقط فتلك بلية التشوبها الأهواء أو هو تقديس القديم وتعظيمه نحن نعتمد قولة الهيثمي والسيوط والمناوي والإنصاف والشيخ من حيث تقويم الحديث أعدل وأصوب من هؤلاء بالمقارنة العلمية والدراسة المنهجية يتضح الأمر وحسب السيوط هذا القدر من الموضوعات في جامعه الصغير يعني الجامع الصغير للسيوط في كمية كبيرة من الموضوعات إنها هيك بقصة الحمار يعفور أقول لكم عليها لاحقا قالوا رووا قصة إن الحمار جال النبع السام وقالنا اسم يعفور قال لنا بالنسبة للحمار بتاع سيدنا نوح قصة كده أشبه ما يكون بالأساطير يعني وأثبتوها في الكتب ومشيت لكن هي بالقطع المحدثون الثقات تعقبوها وحكم عليها بالوضع لكن بعض المحدثين الآخرين أثبتوها في كتبهم وتجاوزوها ولم يتعقبوها فهو بيقول حريمنا ناهيك بقصة الحمار يعفور ودي موجودة في الجامع الصغير كل ما في الأمر أن الشيخ الألباني كتب له القبول والاشتهار بين المشايخ وطلبة العلم وكان ذكيا فقرب المصنفات لطلبة العلم اختصار مع إشارة للصحيح والضعيف أو وضع كل منهما في مصنف صحيح التلميذي ضعيف التلميذي صحيح بنماية ضعيف الميذي وهكذا فساعد هذا في انتشار كتبه ومصنفاته كما أنه تحرى من نبقى التقديس القديم وتقليد من سبق بإطلاق نحن نقدر القديم والعتاقة لها جلالها ثم محلها إلى البيت العتيق فالعتاقة لها جلالها لكن بقواعد لا تؤدي هذا لتحويل القديم إلى وثن وقد انتقد رحمه الله بعد معاصيه بلغة قوية وقاسية ويبدو أنه تأثر بابن حزم وابن حزم رحمه الله المشايخ الذين ترجموا له يقولون وكان فيه حدة مغربية معروفة عن الشمال الأفريقي حدة دفعتنا موجود على ابن حزم ومن تتلمز على ابن حزم ورس عنه شيئا من هذه الحدة بيحقوا قصة نقطة لنا بس للترويع أنه ينقل المغربي أنتم يا أهل المغرب أحسن الناس إلا حاجة واحدة إيه هي؟ قال له هي دي هي دي الدفعة هذه هي دي اللي نقول لك عليها بالضبط اللهم أهدنا سواء السبيل زاد من قدره رحمه الله أن علماء أجلاء وأعلام في باب الدعوة أسندوا له التعليق والتخريج لبعض مصنفاتهم شيخ الغزالي في قسيرة شيخ القرضاوي رحمه الله الجمعة الإسلامية في عاد الشيخ بن بازر رحمه الله عادت له بالتدريس فيها وكان يروج لبعض المصنفات أنها زينت بتعليقات الألبانية وللرغل قبوله وعادة يكون في نسبة الأحكام لمعاصر ما قد يؤدي إلى التوثيق للمعلومة والمعرفة بعض أهل العلم يرون في سنن التلمزي أن عند التلمزي تساهل وقد انتقده الإمام الذهبي في كثير من مواضعه وحلس رد على من انتقدوه المسألة محل أخذ ورد بين أهل العلم ويعني خلاصة القول أن الألبانية مثله كمثل العلماء المعاصرين من أهل الحديث وكالهيسمي والمناوي والسيوطي ينتقد عمله ومنهجه ولك أن تثق في تصحيحه أو لا تثق وقد تعرض منهجه وتصحيحه للنقد ولا تزال مصنفات تبرز وتطبع تنتقد عليه هذا النهج في التصحيح فقد أدخل العديد من الضعاف المناكير في الصحية وهو أكثر مما ضعفه وهو صحية لكن هذا لا ينقص من قيمة الرجل العلمية ولا يطرح الثقة به بل لا يزال مرجعاً معتمداً يعني ما تفرد به يمكن أن يتابع ويراجع وكل الناس يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت نقطة مهمة أن اختلاف المحدثين كاختلاف الفقهاء كما اختلف الفقهاء في بعض الأحكام الفقهية قالوا هذا حلال هذا حرام هذا مقروه هذا كذا اختلف المحدثون أيضاً في تصحيح بعض الأحكام أو تضعيفها فكما أن للمحدثين يعني مذاهب في التصحيح والتضعيف للفقهاء مذاهب في الحل والحرمة فكما تتعامل مع اختلافات الفقهاء بأريحية وديما نقول لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه نفس شيء نفعله نطبقه بالنسبة ننقله إلى عالم الاختلافات الحديثية مع المحافظة على التوقير والإجلال الذي ينبغي أن يكون لأهل العلم ولحملة الشريعة عموماً